بعد مصادقة مجلس الامن الدولي على ارسال مراقبين الى ليبيا حكومة الوحدة الوطنية ترحب بالقرار وتشدد على اهمية اجراء مصالحة وطنية شاملة في البلاد وتبدي استعدادها الكامل لدعم مفوضية الانتخابات في وقت تشهد فيه الحكومة الانتقالية انتقادات واسعة من طرف المتابعين للشأن الليبي بسبب طريقة معالجتها لملف المصالحة يعني الى حد الان لم تقم السلطة الوطنية الجديدة او حكومة الوحدة الوطنية الجديدة باي خطوات تجاهها مسألة المصالحة الوطنية ما عدا ربما قرار بتحديد هيكلية المفوضية المصالحة الوطنية ومع عدم وجود قرار الى حد الان بتعيين شخصيات تقود هذه المفوضية الاشتباكات التي شهدتها طرابروس على مدار يومين بين الميليشيات والتي اصفرت عن سقوط قتيلة تظهر جليا مدى التناقض بين تصريحات السلطة التنفيذية التي كانت دوما تؤكد على ارساء الاستقرار الامنية وبين الوضع الحالي الذي تتخبط فيه البلاد بالنسبة للسلطة التنفيذية الجديدة التي عمرها الى حد الان شهرين لم نر منها الى حد الان اي شيء ملموس على الارض من حيث تحقيق الامن والاستقرار في كافة ربوع البلاد ولا حتى تحديد موقف من هذه المجموعات او اعلان موقف الى حد الان وفي ذن لكل هذه الازمات يبقى مشروع قرار وقف اطلاق النار وابعاد المرتزقة من الاراضي الليبية الحل الانسب في الوقت الراهن لخروج البلاد من هذا النفق المظلم